تعال اشوف مشكلتنا بصوا يا حضرات خدوها قعدة اي مشكلة انت عايز تحلها يلزمها محورين اتنين الولاد الولاد تعبينك لا سمح الله عايزة تحل مشكلتهم يلزمك محورين اتنين جوزك تعبك عايزة تحل مشكلة جوزك يلزمك محورين اتنين المحور الاول الدعاء يدعيلوا دايما يا رب هدي يا رب ارزقوا الاخلاق يا رب منعلي بمعلي الاخلاق في اوقات اللي هي أرجى للقبول وقبل الفجر وقت الصحر دبر الصلوات المكتوبات بين الأذان والإقامة إذا سمعتم صياحة ديكة اديك بيأزن اديك بيكاك بيأزن يبقى شاف ملك ملك ادعي ربنا ربنا استجيب دعائك يبقى الدعاء رقم اتنين الأسباب اللي احنا بنتكلم عليها يعني جوزك تعبك يا مدام إيمان لا سمح الله يعني ترفق معا اهتم بي أحسني إليه باعمل كده والله ايدال صوابع العشر شمع اصبري بقى ربنا هيحوله لك والله هيطوعه لك لأن رسول الله علمنا واعلم أن النصر مع الصبر ولأن رسول الله علمنا ما ظلم عبد المظلم صبر علي إلا زاده الله بها عزة ولأن القرآن علمنا ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حسن وده مش بينك وما بينه عداوة ده ما بينك وما بينه رباط زوجية هيبقى ولية حميم وبالتالي هيسمح لك تروحي عند منطق بس يا حضرات أنا بناشد إخوتنا الزوجات ادعي لزوجك وتخير الوقت المناسب بلطف ورفق كده وقال له المعلومة اللي أنت عزاء هيحالك إن شاء الله يا عم محمود أهم حاجة محمود يعني كان أخذ قرض لأنه كان مضطر وحل مشكلته وهو حسن الدنيا مقفولة في وشه يا حبيبي أكثر من الاستغفار والدعاء لله تبارك تعالى ده المحور الأول اللي دايما بنتكلم عنه المحور الثاني الأخذ بالأسباب اطرق الأبواب يا عم محمود اشتغل أي حاجة أي شغلانة شريفة مش عيب الفيسبوك مقلوب على راجل جميل في الثمانينة من عمره في الثمانينات الراجل ده يا حضرات بينزل يمشي ويقبل أن حد يركبه هو اللي بيروح يمشي لوحده وبيمسح سلالم عشان يأكل لقمة العيش بعرق جبينة احنا عايزين كده اطرقوا الأبواب عندك محور يدي يا ربنا يا رب رزقني وستعرزي وكرمنا وستقف ربنا وخد بالأسباب اشتغل أي حاجة البلد مليانة شغل حيشقول لي ما فيش شغل بس مش مليانة مكاتب احنا عايزين نقعد على المكاتب لا هي مش مليانة مكاتب بلدنا بس مليانة شغل آخر حاجة يا حضرات ياسمين ترفقي بنتك يا ياسمين مش عايزة تلبس بالرحة على بنتك يا حاجة ياسمين ربنا يهديها ويصلح لها لا ما نمشي عن صلاة العيشة هي تعبانة ورجلها بتشتكي من قدمها تصلي وهي جالسة ودايما ادعو ربنا اللهم اعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك